السلام عليكم اخواتي كديري اللبس اليكم اتمنى تكونوا على خير وبخير اليوم انضخيط معكم هاد الشوميزة رافصلتها معاكم حتك لكم الفصالة وده بغن دوزل الخياطة هي رها ساهلة في الخياطة ديالها وكما شتوت الفصالة رها سهلة هنا اول حاجة كنبدا بيها كنبدا ببجيب مش كيجيني ساهل قبل ما كنا نمونطي الشوميزة نبدو بجيب ديالنا را نحطها راني كما شتوتو را كنت نحطها العبار ديال الجيب في غادي نحطه سافي كان جيب داك القيطعة ديال الجويب ديالي وكندوز لها السورجي وكنحطها هكا نشدها بالبانقات وكنطوي سانتيم كانطوي بعدها من الجيه اللي كتبقى لي محلولا را نطوي واحد الجوز سانتيم وسافي وكنحط جيب ديالي قدو بالبانقات وندوز معها بالخياطة نحاول ندوز على الحاشية كما شو كمشي على الحاشية نيشان ما كان نتخليش مسافة كبيرة ما بالخياطة وتو قدو بيدي بش ما يجينيش عوج ولا يجيني مايل را ساهلة الخياطة ديال الجيب حاولتنا ندير معاكم شي حاجة اللي ساهلة وتخيطوها كما شو ميزاتها تلعم كانو خارجين بززاف على الموضة ديال اللي بنات وكي يجيو زوينين معا صميطة ولا معا سراو ديال الجين عدا هو الجيب ديالنا كما شو علا تشكل ترورين فينيو الخيوط ديالنا من نكونو كنخيطو وهنا غادي نجيب دك القيطعة ديال اللي غادي ركفيها الازرار كما شو كنخيطها من الفوق وكنخلي واحد سنتيمونس ديال الخياطة في الدورة ديال العنق صافيو كنشدها بالبانقات رابعي نفس الصورة هاد القيطعة هادي في حالتي لما كانش التوب كافي كما شو معايا انا ما كنت كان في السرر التوب ما كانش عندي كافي اما يلكن التوب كافينا كنخليو 6 سنتيم راني فصلها معاكم شو ميزات بزاف ما كانكونوش فارقين هاد القيطعة بوحدها كنخليوها لازقف التوب وحتى هاد طارق هادي را كتجي سهلة وكتجي زوينة تهية لمكفاكم شو التوب صافيو كنشدها بالخياطة كمشتو على هاتشكل انا را مونطيت الشو ميزة كاملة راني حاطة معاكم الابتو تعرفوا كيفاش كان مونطي وشو ميزة ولا اي حاجة راني حاطة معاكم بزاف ديال الشو ميزات كمشتو هاديك الاسوارة ديال لكم را درت لها البليات وكندير لهم الفيزلين باش كي جيتوا بواقف كتجي لها تشكل هادا واندير لها تماجوص ضيفات هنا را مونطيت لكم وخليت واحد لخمسة سنتيم في الراس ديال لكم هاديك الفتحة كنخليوها وكندير لها واحد طوية نص سنتيم على نص سنتيم وكندير معاها كاب الخياطة كمشتو هاديك كتبقى لنا ذاك الفتيحة ديال لكم سافي لها تشكل هادا ودعبا هاديندوز سندير البليات هادير واحدة الربعة ديال البليات المهم هادي نخلي في الدورة ديال لكم هنخلي فيها عشرة عشرة سنتيم عشرة سنتيم را ما مقسم علاجوش اما الدورة كاملة را نخليو عشرين سافي كندوزي هكا عيني ميزاني كندير ذاك البليات بغيتوا انتو ما تديروا بالسنتيم وتعبروا هادا الدورة ديال لكم اما تخليو فيها عشرة ولا تخليو فيها تسعود على حسب بليت ديال كلك ليانا انا دي كانت ديال بنتي خليت فيها عشرة سافي غادي جيب داك لقيت عادلية الاسوارة غادي نطوي هكا واحد السنتيم هادي الجيه اللي من السقالة الفيزلين هي اللي كانت طوي فيها سنتيم مشتورة كنشدك السنتيم كندوز عليها بالخياطة هادا بش كيفيني النالكم كيجي لكم فيني من بره ومن الداخل راني حط معكم الطريقة بززاف ديال المرات كنبغي نعودها معاكم باش تفهموا كتر سافي كنجيب القطعة الخرى وكنحطها عليها وكنخلي داك السنتيم خارج باش نخيطه مع الرسل لكم صافي منضور معاها بالخياطة نخلي صانتي منضور بخياطة ديالي على هاتشكل راسع له هادا الاسوارة تهيل اللي بغا تصدير الشوميزة بالاسوارة هاديك الجيه اللي خارج هاداك السنتيم اللي يبقى لنا خارج هادي نجيبو لسقو هنخلي وحي ثلاثة سنتيم ديال المارض ديال صدايف حيط الاسوارة ركن ندرنا فيها خمسة وعشرين ولا او لا عشرين ما بقتش عاقلة ذاك ربعة سنتيم ولا ذاك ثلاثة سنتيم كنخليها ديال المارض وذاك المارض كيبقى نمج جيها ديال الشوميزة بجيهة الامام هي اللي كنخليها بشا داك سدايف كيجيونا دايري اللور سافيه كندوز مع داك السنتيم ديال الخياطة وذاك الخياطة كمشتورة كنخليوها اللوجه ديال الشوميزة باش ها كنخيطو الخياطة التالية قاع كنخيطو على الوجه باش كتجينا داك الاسوارة كتجينا في نيام الداخل ومنبره نتمنى انها تكون واضحة الصورة لكن حاول نشرح لكم باش تفهموني تشمو الطريقة كيفاش نتمنى انها تكون مفهومة وبنسبة الاخوات اللي اول مرة كيشوفوا القاناة ما يبخلوش علينا باشتراك ويخليونا كومونتير تعليق ولا بغين شي موديل ولا شي حاجات تلبوها مني ان شاء الله هنلبي لكم انا كنظر معها بالخياطة على الحاشية كنظر مع داك الاسوارة كاملة صافي هذه الاسوارة ناكل ما اشتعوا لها تشكل هادي هذا دا بغضي ندوز معها بالخياطة حادي نخيطها حي تراني مونطي هاغي بسور جيد هذا ما زال ما خيطتهاش كنشد منت من ماي واحد صانتي داك الفتيحة باش كجينا فينيا من بره وكان مشي معها كاملة كنهبطوا مع الجنب صافي على هاتشكل هادا دا بغضي نجيب الكول ديالي الكول را كنخيطه واحد صانتي متا هو بحاش شكل ديال ديال الاسوارة كنخيطه واحد صانتي في الجهة اللي عندي فيها الفيزلين كنجيب القاطعة الثانية كما اشتو كنحط عليها هاداك القاطعة اللي خيط كنخلي داك صانتي من اللي ما خيطنشو الجيهة الخرن كنخليوه خارج باش ولي غادي لسقو مع الدورة ديال الرقابة سافي وكان شدعو تسانتيم ديالي وندوس كان غرس اللي يبرا في القند راس صورة بعينة كما اشتو تاور خيطو وقلبتو ودوس معاها هنا غادي لنا نجيب داك المنتصف ديال ديال الكل وغلس قمع المنتصف ديال الدورة ديال الرقابة سافي ونجيبو هكا على هاتشكل الجيهة اللولى غادي لسق داك السانتيم اللي بقى لي خارج والجيهة التانية حتى هي ما كنجيبوش داك الكول حتى لتالي كما اشتو داك ثلاثة سانتيم ديال الأزرار راكا تبقى انها هذي كبلها كنخليوها هكاك رام فيني عندنا حي تخيطناها قبل ما نركبو داك الشارط سافي وكندوز عليها بالخياطة هاتشو ميزاها دي رانت عطلت محتش الخياطة ديالها لحسب راني ما كنش تمنى ما كنش غيبت عليكم بزاف وفتان شكر الاخاوات بزاف اللي سوبوا له فيها وقالوا لي فين غبرتي راني عاش ديس عطلة شوية طويلة وصافي فاد العطلة ديال الصيف كنت بصافرة وجيت وصافي ما بديش الخدمة ضغية طبعا ان شاء الله راني بديت ونتمنى ان يكون عند حسن الضن ديالكم ونبدأوا ان شاء الله موضيلة خرين موضيلة جداد وليكونوا ساهلين في المتناول ديال أخاوات اللي كيتعلموا سوف هنا اياكم مشتورة كندخل دك البقايا ديال الخياطة كندخلها الداخل كندوز عليها بالخياطة وغاندور مع الكل كامل هنا راح شوية اختصرت في هذا الفيديو لحقش الصورة راها بينه وأصلا بخيطها معاكم بزاف ديال المرات الشوميزة تركينين في القناة اللي بغا تترجع وتشوف التفصيل الخياطة ديال الكل الخياطة ديال اسوارة الخياطة ديال الشوميزة كاملة أخاوات بنسبة اللي عادة يشوفوا القناة أول مرة يمكن لهم يدخلوا وشوفوا القناة را فيها بزاف ديال الموضيلات كيف ماشيت هنا يا راني غادي نهبط الخياطة الثانية هندير لاجوش خياطات نهبطها بعبار السبات باش كتجيني زوينا كتعطي واحد ديال كوردك عبار السبات وكتجي زويون هنه غادي ندير اللوغلي ديالي هندير واحد السنتيم ديال اللوغلي ونضر معاها هنه نديرو غي سنتيم باش ما تجينش دك الخياطات جينة مكرشة وملوية هلا حسن ما تكون عندنا شي حاجة اللي هي ضايرة ما ما يصلحش نديرو كتر من سنتيم نديرو سنتيم مص سنتيم كماشتوا ما زال عاد تحددنا ان شاء الله وتهبط ما يبقاش دك تكراش وهذه الشوميزة ديالنا ها كتجي زوينا ونديرو لها ان شاء الله صدايف يكونوا هابطين وكتجي زوينا في اللبسة وكتجي آنيقة راني حطيتلكم الشكل ديال اللي عجبوه الفيديو ما يبقاش علينا بالاشتراك وبلي لايك وخلينا كومونتير مشجيع وان شاء الله انا نحطلكم الجديد ونحطي لكم حويجة اليوم ساهلين وفي متناول الاخاوات اللي كيتعلموا السلام عليكم وكتورو